اشتركوا في القناة اشربوا الكلاب والخنازيل اعطونا قليلا من الماء كبد ابن بنت رسول الله ومن معه تفتت من الضمان فصاح شمر يا عباس لو كان وجه الارض ماء وهو تحت ايدينا لما سقيناكم منه قطرة واحد فتركه وعاء لما عاد واذ بهي الصراخات تسك مسمعه فحمل سيفه وتوجه الى القوم صال وجال حتى جبل الارض بدمائهم هاي الصولة العظيمة الى ان ادخلا في كل بيت نائحة نعم العباس والحسين ادخلا في كل بيت من بيوت الكوفة نائحة ما كانوا لقم سائغة هكذا قتلوا مباشرة لا لا ابلوا بلاء حسنا نعم ثم عاد الى المخيم لما رجع الى المخيم ام ثم ام قالت له اقسم بالله عليك اخي ان تجلس فجلس بينما وهو جالس والحسين بقربه وإذ بهما يسمعاني صوتا من الخارج يا حسين يا عباس أجلستما بقرب النساء أجب منتما فقام أبو الفضل العباس ونفض الرداء عن نفسه أرادت أم كلثوم أن تتمسك به قال لها الحسين دعيه لقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه يا ولي لما توجه نحو القوم مسلطا زيفا يضرب في أوصاتهم إلى أن وصل إلى المشرحة إلى النهر رأى جحف الجيش جيش هي سد المشرحة رد القوم عن المشرحة أكثر من مرة إلى أن وصل إلى الماء ملأ القرب وكأني به يعلقها في عنقه والرآية بيساره والسيف بيمينه لما ملأ القرب وأحس ببرودة الماء تحسس ذاك الماء لامس يده بالماء غرف غرفه لا ليشرب بل يري الكون والملائكة أن الماء هو ملك يدي ولم أشرب وخاص أمير المؤمنين يقولون ليلة شهادته أمير المؤمنين دانا من العباس قال عباس إذنه مني دانا من قال ابني يوم العاشر ما تشرب مي وأخوك الحسين عطشان ولذلك العباس رمان وإشلان شراب أخوك حسين عطشان وسكنا يا أياو الحرام وطفال رضعان واللوضن قلب العليل التعب نيران رمى الماء من كفوت حس نار عاد نحو المخيم يحمل الماء وهمه أن يوصل الماء وعد سكينة وعد فلانة فلانة الكل ينتظر العباس ووجاي حامل الماء فصاح ابن ساعد عليه اللعنة اقطعوا على العباس ابن علي طريقه فلو أوصل الماء للحسين لأباد جمعكم من ريدهم يشربوا الماء أبدا يا ولي فمالوا عليه بالسعام وبالسيوف وبالرماح وبالحجارة كانت السهام تتساقط على أبي الفضل كأنها شهبي بمطر لرقبتي فداء لقربتي الحسين راقب من المخيم زينف تطلع بوجه الحسين شاف الحسين الراية العلم اتحول من جهة اليسار إلى جهة اليمين ماذا؟ ما هو السبب؟ لأن اليسار قطعت فحمل الراية بيمين بعد قليل شاف هاي الراية مالت وتحولت إلى الوسط ليش تسألني ليش؟ لأن اليمين قطعت فضم الراية بزنة الله أكبر وكأنه يقول لزينب ولسكينة وللنساء أنا موجود الراية مرفوعة مرفوعة ما أحد يخاف أنا موجود مفاضل بينما هو كذلك وإذ بساعم سقط في القرب أريق ماءها هنا وقف لا عند إيداني دافع ولا عند ما يروح نحو المخيم ماذا يصنع؟ وقف متحيرا فدنا رجل يحمل عمودا من حديث الله أكبر وضربه على رأسه وطبخه متالب هوى على الأرض مناديا أخي يا حسين قام الحسين زينب طلعت أخي إلى أين؟ قال أخي وقال ألم وقتل ابن والدي يا ولي وصل إلى العباس وشاف بتلك الحال مبضع بسيوف السعام نعبت في صدره وفي عينه العام مطبوخ يقل يقل أخي أخي بالأخوة يا الباني وبانك يقسم عليه بالأخوة الله يحفظ أخوتك يا مؤمن يا باني يا بانك يا بانك يا بانك يا بانك أصراك ويبيناك يا بانك جلس عندها يا ولي يا بانك رآه قد شاق شعقة أفاضت بعروح الطائرة أيها سيدة وعباسة وقف الحسين محني الظهر صاح ألان 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 انكسر ظهري ألان وانقلت حيلتي ألان وانشمت بعدوي يجل خويا محنة محنة يا لاش العزبابي هم محنة يا عباس يا عباس بذي من أحرأك محنة والله علي يا كحسين ظل ظهر محنة يجف فيه يفد ما على خيه عاد إلى المخيم وقد ترك العباسة في مكانه يكفكف دموعه بكمه خرج السكينة أبا أين عمي العباس واعلم ما يا عمي زينب اجت أقبلت أين أخي اطلع الحسين بسكينة يقيل يا سكنا راح عباس يا سكنا راح عباس وراح الضغم اللي يرفع الراس يا سكنا let's wait اشتركوا في القناة